صلى الله على محمد وعلى ألي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى ألي وسلم صلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسعد العوالم بحبيبه ومصطفاه وجعله فائدة الكون وخلاصة معناه وسر الوجود الذي أظهر به الوجود بسره وسناه صفي حضرة قدسه الذي لا ينام قلبه وإن نامت عيناه جعل محبته في محبته ورضاه في رضاه وأعظم له التشريف والإكرام فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع كرمه ومدد فضله وواسطة بره وباب نوله الذي أرسله كافة للخلق فبه رسله ختم وبه علينا النعمة أكمل وأتم صلي يا رب عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا من بحب النبي قد شغفوا زيدوا عليه من الصلاة وأكثروا يكفيك فخرا يا محب المصطفى أن المحب مع المحبوب سيحشروا سيدنا الشيخ سيد محمد عبداللاطيف شافاه الله وعافاه الحاضر معنا بسره وروحه وفي أنجاله الكرام السادة العلماء أهل القرآن طلبة العلم الشريف أهل الله وخاصته الحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فقد أورد الإمام الديلمي في مسند الفردوس أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة وإن خير ما نستفتح به هذا المجلس المبارك الميمون الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيغة المباركة المنسوبة إلى الإمام القطب الهمام سيدنا عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه وأرضاه والموسومة بالصلاة المشيشية يقول سيد عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه وأرضاه في هذه الصلاة المباركة استلذاذا بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم والتعريف بها لمتابعين الأكارم اللهم صل على ما منه شقة الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها معرفة أسلم بها من ووارد الجهل وأكرع بها من مواهب الفضل واحمني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقضف بي على الباطل فأدمغه وزجبي في بحار الأحدية وانشني من أوحال التوحيد وأغرغني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك سيدنا زكريا عليه السلام وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتهت سيغة الصلاة المشيشية للإمام سيد عبد السلام المشيش رضي الله عنه أرضاه والتي هي موضوع هاته المداخلة وهاته الأسطور المتواضعة والتي سميناها تجليات الإكرام والإنعام على سيد الأنام من خلال صلاة القطب سيد عبد السلام رضي الله عنه أرضاه وقد قسمنا هذه المداخلة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة فنقول وبالله التوفيق إن القلوب قد لهجت والأفئدة قد لهجت بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فطوبى لهم إذا سقوا من حضرة القدس من رحيق الأنس بكأس الصفا وهبت عليهم نسائم من رياض القرب وكيل لهم بمكيال الأوفا ونودوا من أهل السر هذا عطاؤنا لمن أكثر الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصوم عن الأغيار قطعا وذكركم صحور لصوم في الهوى وفطور ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل سعادتي أفوز به يوم السماء تمور نبي تقي أريحي مهذب بشير للكل العالمين نذير إذا ذكرت ارتاحة القلوب بذكره وطابت النفوس وانشرحن صدوره هذا وإن قد تعدد الصلوات والسيغ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الصلوات الواردة من لفظه الشريف صلى الله عليه وسلم أو على لسان ساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم أو على لسان العارفين والأولياء والصالحين وأما الحديث المتفق عليه من طريق سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحديث فهذا لا يدل على منع ما عاد هذه الصغة وإنما يدل على فضل الصلاة الواردة على لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم قال العلامة العارف الحرشي رضي الله عنه سألت شيخنا العياشي عن الثواب المذكور في بعض فضاء الأعمال قولهم من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة كذا فله كذا قال ذلك مما يلهم الله عز وجل به أولياءه أو يروه مكتوبا بقلم القدرة أو يخاطب عوالمهم اللطيفة أو يكون ذلك بإذن صحيح صريح من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليلهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن كان في من قبلكم محدثون وفي رواية مكلمون من غير أن يكون أنبياء وأن يكون في أمتي فعمر منهم رضي الله عنه ولقد تفننا ساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم والصالحون والتابعون في التلذذ بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيغ مختلفة وعديدة وكثيرة فقد أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة قالوا علمنا فقال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه المقام المحمود وهذه أم أبيها تصلي على أبيها سيدتنا فاطمة الظهراء رضي الله عنها وأرضها فتقول اللهم صل على من روحه محراب الأرواح اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين وإن من أجل تلكم الصلاة فضلا وأجرا وأرفعها منزلة وقدرا الصلاة المنسوبة إلى الإمام القطب العارفين وقدوة الصالحين إمام أهل الطريقة والجامع بين الشريعة والحقيقة الشريف الحسيب سيدنا ومولانا عبد السلام المشيش رضي الله عنه ومن هنا نلج إلى المبحث الأول تعريف سيدنا عبد السلام المشيش وما يتعلق بالصلاة المشيشية وأردنا أن نذكر أسماء السند المبارك من سيسلته لأنه من آل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ولد عن سيدنا أحمد رضي الله عنه إذا ذكر أسماء آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجنون الأفاق فهو سيدنا عبد السلام المشيش ابن أبي بكر ابن علي ابن حرمة ابن عيسى ابن سلام ابن مزوار ابن حيدرة ابن محمد ابن إدريس الأزهر ابن مولاي إدريس الأكبر ابن سيدنا عبد الله الكامل ابن سيدنا حسن المثنى ابن سيدنا حسن السبط ابن مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد رضي الله عنه وأرضاه بالمغرب الأقصى في قرية يقال لها الحصين أو الحسين وقد لم يرد السنة التي ولد فيها بالتحقيق إلا أن بعض أهل التاريخ من أشراف العلوين قالوا أنه ولد ما بين سنة خمسمائة وتسعة وخمسين إلى خمسمائة وثلاث وستين هجري قال سيد محمد الفاسي الشاذل في كتابه الفتحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية سيدنا ومولانا عبد السلام المشيش كان رضي الله عنه من أكابر الأولياء الله العارفين لم تطلع الشمس على مثله في زمانه لو لم ترد تراجم أهل الله في الكتب بالسند الصحيح ومن كتب من أكابر العلماء والعارفين لكانت تراجمهم ضرب من الخيال ولا عجب ولا غروة في قوم كانت حياتهم دائمة بحياة الله لما ولد رضي الله عنه وأرضاه في اليوم الذي ولد فيه سمع سيدنا عبد القادر الجلاني رضي الله عنه أرضاه هاتفا يقول يا جلاني ارفع رجلك عن أهل المغرب فقد ولد القطب اليوم سمعنا عن شيخنا سيد محمد عبد اللطيف أن سيدنا عبد السلام المشيش رضي الله عنه وأرضاه هو الذي ببركته بسط لأهل المغرب من الخلافة والسر والوراثة المحمدية في المغرب فما شاء له سيدنا عبد القادر الجلاني بالكيفية التي أراد الله عز وجل بها وذهب إلى دار سيدنا عبد السلام المشيش وقال لأبيه أخرج لأولادك فخرج الولد الأول فقال ليس هذا نريد وخرج الثاني والثالث قال هذا هم كل أولادي لم يبقى إلا ولد صبي رضيع اليوم أولد قال ذلك الذي نريد فأخرجه أبوه وسلم عليه ودعا له بالبركة وتبرك به رضي الله عنه وأرضاه جرت العادة في طريق أهل الله أن المريد يبحث عن الشيخ لكن في سيدنا عبد السلام المشيش رضي الله عنه وأرضاه الشيخ هو الذي بحث عن المريد قوم يأتون إلى الأقطاب وقوم تأتي الأقطاب إليهم شتان ما بين المحب والمحبوب والطالب والمطلوب وأصبحت معشوقا وقد كنت عاشقا لأن ظهوري صار أعظم زلتي فقد أخذ الطريقة والحقيقة والشريعة عن سيده وأستاذه بحر العلوم والمعارف القطب الرباني والغوث الصمداني الشريف سيد عبد الرحمن المدني العطار ملقب بالزيات بسكناه بحالة الزياتين بالمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة وأسكى التسليم قال سيد حمز شقور كان سيدنا عبد الرحمن المدني شيخ سيد عبد السلام المشيش كان يعاين ويراقب تلميذه وهو نور في بطن أمه لما بلغ سيد عبد السلام المشيش سبع سنين دخل عليه سيدنا عبد الرحمن المدني فلما نظر إليه نظر فيه سمة الصالحين وأولياء الله فقال له أنا شيخك وأخبره عن أموره وأحواله ومقاماته مقاما مقاما وقال أنا واسطتك إلى ربك في كل حال ومقام أخذ الفقه عن سيدي الحاج أحمد الملقب بالقطيران وأخذ القرآن عن سيدي سليم الصالح بالرواية السبع وهو لم يتجاوز الثاني عشر من عمره كان رضي الله عنه أرضاه غاية في الزهد والخمول والانحياش عن الخلق من خلال التفرق للعبادة ولولو لم يذكر لسيدنا عبد السلام المشيش إلا تلميذ واحد ألا وهو سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه لكان فخرا له فمن هو سيدنا أبو الحسن الشاذلي الذي اشتهرت طريقة الشاذلية في وقته سرا وفتحا وبركة ومريدين وزوايا كثر يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وهو يحكي ساعة لقائه بشيخه قال سافرت إلى العراق فالتقيت بأبي فتح الواسطي وكنت أبحث عن القطب والشيخ فقال له سيدنا أبو فتح الواسطي الشيخ في بلدك فراجع إلى المغرب وكان سيدنا عبد السلام المشي في خلوته في غار في جبل بالمغرب قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي فاغتسلت وتطهرت وخرجت من جاهي وعملي وعلمي ثم صعدت إليه أنا صاعد إليه والشيخ نازل إليه فلما نظر إلي قال يا أبو الحسن وذكر لي نسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلينا فقيرا من علمك وعملك فأخذت منا غنى الدنيا والآخرة يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي كنت مع الشيخ سيدي عبد السلام المشيش وكان ولد له يطوف حوله فخاطر في خاطري أن أسأل الشيخ عن الإسم الأعظم فقال له الولد مكاشفا ما فيه يا أبو الحسن ليس الشأن أن تسأل عن الإسم الأعظم ولكن الشأن أن تكون أنت الإسم الأعظم فقال الشيخ سيدي عبد السلام المشيش أردت سؤالنا فأجابك ولدنا توفي رضي الله عن ورضاه سنة ستمائة وخمس وعشرين على قول ابن خلدون ومات شهيد رحمه الله ليجمع الله له عز وجل ما بين الخلافة والشهادة توسل بأهل الله وارتجيهم ففي أكفانهم يحل الرجاء وإن رأيت الميت عند قبرهم حي أو عادع بطبهم على السقيم الشفاء فلا تعجبن فإنك من تراب ومن ماء لنا ولك ابتداء إن الماء يحيي كل شيء فكيف بمن هم للماء ماء كيف أتت الصلاة المشيشية قال العارف بالله سيد محمد المارون في شرحه على الصلاة المشيشية لما أخذ سيدنا الشيخ سيدي ابن مشيش الطريقة والوسيلة على الإمام المدني قال له ها أنت وربك ونبيك فقال سيدنا عبد المسلم مشيش وقد رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك قلت في ليلة الإسراء والمعراج لكل قادم تحفة عند انصرافه فما هي تحفتي عند انصراف من حضرتك يا رسول الله قال يا ابن مشيش قل اللهم صلي على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وذكر له هذه الصلاة المباركة فهذه الصلاة أيها الأحباب عندما نستحضرها ونصلي بها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحضر أنها خرجت من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما فرغ ابن مشيش من هذه الصلاة المباركة قلده شيخه من المقامات والمقامات العلية السنية رضي الله عنه ورضاه قال العلامة العارف أحمد بن عبد الوهاب الوزير من أجل ما جمع وصنف في الوجود وأطيب ما يستعذب به كل منهل ومورود برع فيها وأعجز واختصر وأوجز ومع هذا فقد اجتملت على معاني اللائقة وهو يصف هذه الصلاة المباركة فائقة ولكلامه قوة وعليه مهابة كيف لا وقد رضع لبان النبوة يبهر سامعها من عالم إلى عالم إلى متعلم وكل كلام على قدر المتكلم فهذه الصلاة المباركة شاع أمرها وذاع وملع الأفواه والأسماء وسالت في البر والبحر مسير الشمس والقمر اتخذها المشائخ رضوان الله عليهم لهم ولأصحابهم وردا ولم يجدوا لها مثيلا ولا ندا وأخذوها وتلقوها مشافهة ومكافحة وسندا قال سيدي عبدالصمد العشاب في كتابه القطب الرباني مولاي سيدي عبدالسلام مشيش في كلام طويل في آخره لقد اكتشف الصالحون جمالية المعنى والمبنى من هذه الصلاة المباركة فراحوا يعتنون بها شرحا وتعليقا وإضاحا ولألا أقدم من تناولها بالشرح العلامة محمد بن أحمد بن داود التونسي المعروف بابن زغدان ثم توالت الشروح على يد علماء أجلاء أولياء كبار عارفين منهم سيدي محمد بن علي الخروبي الطرابوليسي وسيدي عبدالرحمن بن ملل حسن الكردي وسيدي بن عجيبة وسيدي بن الزكري وسيدي المصطفى البكري وسيدي الكتاني وسيدي أحمد وزير عبدالوهاب وسيدي عبدالعازي الدباق وسيدي أبو المواهب الشاذلي وسيدي عبدالرحمن الفاسي وعلماء أجلاء كلهم أولياء الله الكبار تفرصوا في هذه الصلاة المباركة فراحوا يحفظونها ويلقنونها لمريدهم ويشرحونها وجمع الدكتور محمد بن محمد تمسماني في كتاب سماه رياض الحقائق وحياض الدقائق على الصلاة القطب الفائق سيدي عبدالسلام مشيش جمع فيه شروحا كثيرا في هذا الكتاب مبارك ومن قبله شيخه العارف بالله سيدي محمد المارون رضي الله عنه في كتاب سماه شموس الأنوار ومعادن الأسرار على صلاة القطب الأكبر سيدي عبدالسلام مشيش وسيدنا ابن زكري الفاسي له كذلك كتاب سماه الإلمام والإعلام بنفذة من بحور ما تضمنته صلاة القطب سيدي عبدالسلام ولعل من الشروح المتأخرة شرح الإمام المتولي الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه بإذن من شيخنا والتماس منه سيدي محمد عبداللطيف شافاه الله وعفاه فانهالت عليه الفتحات الربانية في تفسيرها وشرحها وقد طبعت هذا الشرح وهذا التفسير في مجلة الأنوار المحمدية بعداد متفرغة التي تصدرها هذه الزاوية المباركة وبلغنا عن شيخنا سيدي محمد بالقائد قدس الله سره ورضي الله عنه أنه قال صلاة المشيشية صلاة واحدة تأدل ثواب خمسمائة صلاة وهذا من بركة سعادة الدارين ورد سعادة الدارين ورد هذه الطريق المباركة أنها تقرأ في اليوم مرتين تعاد الألف وسيدنا محمد صلى الله وعلى سلم قال ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفي كتفه يوم القيامة وما أعذب وما أطيب وما أشهى أن يزاحم المحب نسيم وطيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله يا حليمة قولي ماذا جرى حين احتضنت محمدا خير الورى كيف كان نبض قلبك وقتها لما فؤادك بالحبيب تجاورى تجليات التكريم والإنعام على سيد الأنام في صلاة القطب سيد عبد السلام رضي الله عنه وهو المبحث الثاني صلى سيدنا بن مشيش على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الأعظم في قوله اللهم أي يا الله صل على سيدنا رسول الله فقال سيدنا الحسن البصري هذا اسم الله الأعظم ومجمع الدعاء والميم إشارة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمصل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باسم الله الأعظم الجامع للأسماء والصفات بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال شيخنا سيد محمد عبد اللطيف شافاه الله وعفاه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة قطعا لأن الله هو المصل عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سر الأسرار ومن انشقت ولاح جميع الفضائل الخلقية والخلقية لجميع الكائنات كانوا أنبياء وهو نور الأنوار منه انفلقت وظهرت وبرزت جميع الأنوار الحسية وفي سماء قلبه الصافي ارتقت وارتفعت الحقائق العرفانية والأسرار ربانية والعلوم اللدنية فاجتمع في ذاته صلى الله عليه وسلم ما تفرغ في غيره فظاهره معمور بالشرائع وباطله مغمور بالحقائق إفاضة نور من جمال إلهنا تجلى بها الرحمن نورا مؤبدا وألبسها من حسن كمال اقتداره وقال لها كوني محمدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا ولا آدم ولا طين ففيه صلى الله عليه وسلم تجلى المسمى وبه وبسيدنا آدم علم الأسمى فعجزت الخلائق عن إدراك كنهي أو شريف علمه فعلوم الأولين والآخرين من لدن سيدنا آدم إلى مال نهايتك قطرة من بحر علمه الشريف وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة لما قال عليه الصلاة والسلام لا يعرف حقيقتي إلا ربي تقاصرت وتضاءلت وعجزت الفهم عن الوصول إلى ساحل معرفته لا من السابقين ولا من اللاحقين إذ أن حقيقته من حقيقة الله ولا يحيطون بعلمه شيئا كل العوالم مخلوقة لأجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو لاك لو لاك ما خلقت الأفلاك فما هو مشاهد من الملك أو ما غاب عنه من الملكوت ورياضه والجبروت وحياضه وهي عوالم غيبية كلها تأنقت وزينت وازدهت وازدهرت بجمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تدفقت نورا وامتلأ الكون من طيبه عطرا وصرورا وحبورا سيدنا عيسى البيانوني رضي الله عنه ورضاه وهو يشير إلى مشهد حب الكائنات وافتخارها بتعلقها وشرفها وفنائها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخيل حوارا بين السماء والأرض فقالت السماء والأرض يا أرض أنت المظلمة وأنا المنورة ألديك مثل الشمس والقمر ألديك مثل النجوم الظاهرة فرق قلب الأرض وانكسر واطلع عليها الحق ولها جبر فلما ولد الحبيب فلما ولد الحبيب ونفح الطيب قالت الأرض للسماء هل لديك مثل هذا المولود هل لديك مثل سيد الوجود إن كنت تفتخر علي بالشمس والقمر فلدي وزيراه أبو بكر وعمر وإن كان سطحك بالأنوار ممتلي فلدي عثمان والكرار علي فتمنت السماء أن تلثم نعل الحبيب على رأس هذا الكون نعل محمدي فأكرمها الله عز وجل بليلة الإسراء والمعراج لما كان صلى الله عليه وسلم هو عين المدد ومنه المستمد صار كل شيء به منوط أي معلق متعلق وهو الواسطة العظمى في كل خير وصل أو سيصل إلينا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لم تمسي بنا نعمة ظهرت أو بطنت ننا بها حظا في دين أو دنيا أو رفع بها عن مكروه إلا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سببها ثم صار الشيخ يرتقي بالتعظيم والثناء والتجل في ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم فوصفه بأنه سره اللطيف الخفي في مظاهر الكائنات فهو السر الجامع لنور جماله المنبسط في عين ذاته للدلالة عليه فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدال على الله حالا وهمة ومقالة وهو الحجاب الأعظم الذي أسدله على ذاته من كبريائه وعظمته فلا يصل إلى الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الشيخ رضي الله عنه وعظاه من الثناء والتعظيم والإجلال إلى التبتل والاستشفاع والتوسل والدعاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب الشيخ سيد عبد السلام من الله عز وجل أن يلحقه بنسبه وحسبه بنسبه الطيني والديني مع أن سيدنا عبد السلام مشيش هو من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يشير إلى لحق سفينة النجاة والأدب ومحبة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولا حسنا قلته من نفس فيما قلت آثما لكل شيء جوهل خالص وجوهل الخلق بن فاطمة وأن يلحقه بحسبه أي بالأخلاق قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأن يعرفه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معرفة ذوقية يسلم بها من موارد الجهل أن يقع في الجهل بحقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يفيض عليه من موارد فضل عين مدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب من يديه الشريفتين شربة لا يضمأ بعدها أبدا ويعطيه النصر والتأييد فيدمغ ويشتت الباطل فلا يرى إلا الحق كما دع الشيخ رحمه الله وارضي عنه أن يزجه في بحار الأحدية والوحدة هذه كلها رموز دالة على أحدية الواحد الأحد سبحانه جل في علاه وأن يصل إلى التوحيد الخالص من كل الشوائب ومن كل المخالطات فلا يسمع ولا يبصر ولا يحس إلا بالله وذلكم الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به قال سيد محمد المرون والله ما حجب الناس عن الله إلا الوهم قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فأين البعد قال تعالى وهو معكم أينما كنتم فأين البعد عن الله قال تعالى إني معكم أسمع وأرى فأين البعد عن الله ما وحد الواحد إلا من واحد وكل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده وتوحيد غيره لاحد وله في كل الوجود آية تدل على أنه الواحد ثم طلب الشيخ من الله عز وجل أن يكون الحجاب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل سره وروحه وحقيقة عوالمه وجميع أنفاسه وألحاضه ولهذا صح عن سيدنا أبي عباس المرسي قوله رضي الله عنه ورضاه ما حجب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ولو حجب عننا ما عددت نفسي ولو حجب عني ما عددت نفسي من المسلمين هذا التوجه الكل والفناء في ذات مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من سر التحقيق الأول التحقيق الأول لما خلق الله عز وجل الكائنات وأخذ عليها ميثاق الحب والإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دع الشيخ رضي الله عنه بأسماء الله الحسن يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن أن يستجيب دعاءه كما استجاب الله عز وجل لدعاء سيدنا زكريا لما قال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضييا فاستجاب الله دعاءه يا زكريا وإنا نبشرك فبشره الله عز وجل بسيدنا يحيا فيه إشارة إلى طلب الوارث الروحني من سيدنا عبد السلام المشيش رضي الله عنه وعضاه فقيض له تلميذه سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وعضاه فاشتهرت الطريقة في زمنه وكثر أتباعه وكثر مورديه وكثر أوراده وزواياه قال الشيخ زروق وعندما نقول الطريقة الشاذلية فهي الدرقاوية الهبرية البلقائدية كلهم من رسول الله الملتبس وهو سر واحد إلى مولانا رسول الله صلى الله وسلم قال الشيخ زروق رحمه الله وارضي عنه كان بعض الشيخنا من أهل الورع يقولون للحالفي أن يحلف ولا يحنث على أن الطريقة الشاذلية هي ما عليه بواطن ساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم ثم كمل الشيخ مطلوبه فقال وانصرني بك لك أي لا برؤية غيرك وأيدني بتأييد بقوة من عندك حتى أكون عبدا خالصا لك واجمع بيني وبينك جمع دوام الاتصال وحل بيني وبين غيرك حتى لا نشهد سواك ولهذا كان سيدنا عليه كرم الله وجهه يقول كفى بي فخرا أن تكون لي ربا وكفى بي شرفا أن أكون لك عبدا فيا رب جعني لك عبدا كما أمرت لأني وجدتك ربا كما وعدت ولما كان شيخ فاني في الله سبحانه وعز وجل بجمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطقت آنيته بإسم الله الأعظم الله 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 وكررها ثلاثا جودا ووجودا وشهودا ليشرب من سر صفي هذا الماء باسم الله الأعظم الشريف وليلوح عليه من معاني نور سره اللطيف ولزال السادة المشائخ رضوان الله عليهم يلقنون مريدهم الإسم الأعظم ليسيروا بمريدهم إلى المقامات العلية وليشغلهم بالله وفي الله قال سيدنا أبو عباس المرسي رضي الله عنه اسم الله الأعظم هو سلطان الأسماء له بساط وثمرة فبساطه العلم وثمرته النور فإذا حصل النور جاء الكشف والعيان الإمام الشبلي رضي الله عنه وضاه كان يذكر اسم الله الأعظم فنظر إليه شاب قال يا إمام لماذا تعدل عن لا إله إلا الله عن هذا الإسم قال إني أستحي أو إني أخشى أن ألقى الله عز وجل بصيغة النفي أن تخرج روحي وأنا ألقاه بصيغة النفي فاستعذب الشاب كلام الإمام الشبلي فقال له زدني قال إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال لا أبقيت لهم الله ورسوله قال زدني قال إن الله عز وجل قال لحبيبه قل الله ثم ذرهم في خوضهم العبون فلما تغلغرت حروفه وأنوار هذا الإسم المبارك في ذات ذلك الشاب فاضت روحه فجاء أهله وعاقلته يطلبون الديا وأخذه إلى القاضي فقال القاضي ما هذا يا شبلي أنت إمام وولي صالح كيف مات هذا الشاب بين يديك فقال الشبلي يا قاضي روح حنت ورنت وسمت فسمعت فدعيت فأجابت فما ذنبي يا خالفة فقال أخرجوه عني فهذا ليس مجلسه يقاض فيه وإن مجلسه مجلس قضاء الحب فيا ليت قاضي الحب يحكم بيننا وداعي الهوى لما دعاني دعاكم ثم ناداه منادي الوصال بمشارته إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فالمحب إذا رسغ فناءه في محبوبه وشهوده فيه رد إلى دائرة البقاء وبشر بالفتح واللقاء فرحا مصرورا كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب بقاعي إلي فأنزلني إلى أحب بقاعي إليك فنزل قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فأكمل الله له المنة وأتم له النعمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ثم طلب الشيخ الرحمة والأمر الرشد على لسان أهل الكهف إذ انقطعوا وتوجهوا لمولاهم فآواهم الله إليه فكل من آوى إلى الله آواه الله إليه وختم بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ما بين الصلاتين مستجاب ومبارك فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة أيها الأحباب يقول سيد أبو الحسن الشاذري رضي الله عنه أرضاه كنت جالسا مع الشيخ سيد عبد السلام في خلوته نتلو القرآن العظيم من صورة الأنحام حتى وصل إلى قوله تعالى وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُوْخَذْ مِنْهَا فورد إليه وارد إلهي قطع القراءة واستغرغ في ذلك الوارد ثم أفاق ونظر إلى السماء ودعا وقال اللهم من سبق له الشقاء منك فلا يصل إلينا ومن وصل إلينا كنت له شفيعا يوم القيامة وجاء في كتاب سلسلة أعيان الشاذولية أن القطبة الشريف سيدي عبد السلام مشيش ضامن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن طريقته لا ينقطع منها شيخ التربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهذه بشارة إلى أهل الطريقة الشاذلية الدرقاوية الهبرية البلقائدية أوصى سيدنا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه مريده سيدنا أبو الحسن الشاذري فقال لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله ولا تصحب إلا من تسعى به على طاعة الله ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا وقال يا علي الله الله والناس نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التمايل إلى قلوبهم وعليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض وقد تمت ولاية الله عليك ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك وقل اللهم اغنني بخيرك عن خيرهم وقني من شرهم وتولني بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير سيدنا الشيخ سيدنا محمد أبد الرطيف شافاه الله وعفاه وكنا في مجلس الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى استمرار السر والوراثة المحمدية ساداتنا أهل الله يحملنا هم الوراثة واستمرار ورفع راية لا إله إلى الله سيدنا محمد رسول الله وإملاء القلوب محبة وتعظيما للجناب النبوي الكريم وهو ينظر إلى الطلبة والفقراء والحضور ويرقصون طربا بالمولدية وبالبردة والهمزية فلما أتممنا المجلس قال أتعلمون ما كان يجول في خاطر لما كنتم تمدحون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أدعو الله عز وجل أن يكون لكل واحد منكم مجلس يصل فيه على رسول الله صلى الله وسلم والحمد لله ما هو مشاهد بالعيان الزوايا وبيوت الفقراء والمسلمين كلها مملوئة بمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فهمنا عنك فإنا لا نفهم عنك إلا بك اللهم املأ قلوبنا محبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاز عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجاز عنا شيخنا ومشائخنا إلى أول واحد في الإسلام اللهم بارك في شيخنا سيد محمد عبد لطيف وشافيه وعافيه وبارك في كل العائلة البلقائدية وفي أنجالهم وأبنائهم وأصهارهم وأصباطهم وأحفادهم وكل من تعلق بهم وباركنا في الطلبة والعلباء والعاملين يا رب العالمين اللهم يا ربي اللهم أرنا وجه نبيك يا صلى الله عليه وسلم اللهم أرزقنا حبك وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واملأ قلوبنا محبة وتعظيما لهذا الجناب النبوي الكريم هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المصليم والحمد لله رب العالمين صديقا ربي على نبينا ترجمة نانسي قنقر شكرا